مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بألف خير وإليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة استمرار تعثير الكتلة الهوائية الحارة وبالتالي أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأيضا إشي طبيعي أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها سواء العظمى أو الصورة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة وبالتالي تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأيضا الموجة الحارة تستمر خلال الأيام القليلة القادمة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء درجات الحرارة أعلى من المعتاد بشكل واضح أجواء تقريبا الصغرى بحدود 26 درجة مئوية في حين معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 18 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة أيضا استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيحدث انخفاض قليل درجة إلى درجتين يعني تخف وطأة الحارة لكن ستبقى ضمن الموجة الحارة وتبقى الأجواء حارة فيوم الأحد تكون الحرارة العظمى تقريبا ما بين 35 إلى 37 في عمان وكذلك يوم الاثنين ما بين 35 إلى 37 وكذلك يوم الثلاثة ما بين 35 إلى 37 والصغرى أيضا تتراوح خلال أيام الثلاثة القادمة ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق المختلفة درجات الحرارة العظمى والصغرى وكذلك أحوال جوية إيربذ العظمى المتوقعة 37 والصغرى 21 عجلون 36 و21 جرش 38 و24 المفرق أجواء مغبرة 39 إلى 21 درجة مئوية أحب أشير أيضا هنا إلى أن هناك احتمال ضعيف لسقوط بعض الأمطار في المنطقة الجنوبية الشرقية البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية في الأيام القديلة القادمة خاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء وهذا الاحتمال ضعيف جدا أيضا مصحوب برياح نشطة مثيرة الوبار والأتربي وتدني مدى الرؤية الأفقية أما المنطقة الوسطى أيضا استمرار الأجواء الحارة البلقاء 37 و23 مأدبة 36 و25 عمان ما بين 35 إلى 37 العظمة والصورة 23 البحر الميت أجواء شديدة الحرارة 47 إلى 30 والزرقاء أجواء حارة ومغبرة 39 إلى 24 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية الكرك 34 و25 الطفيلي 34 و23 الشراح 32 و22 العقبة أجواء شديدة الحرارة ومغبرة العظمة 46 وصورة 28 إمعان 36 إلى 24 مع أجواء مغبرة أما المنطقة الشرقية طبعا أجواء مغبرة حارة إلى شديدة الحرارة الأزرق 41 و25 الصفاوي 40 و24 وأرويش 42 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة ونرجو من الجميع عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترة طويلة عدم ترك الأطفال داخل المركبات شرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه والانتباه من خروج العقارب والأفاعي ومن لسعاتها وأيضا نرجو من الجميع ترشيد استخدام الطاقة والكهرباء وأيضا ترشيد استهلاك المياه ونتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة وكل عام وأنتم بألف خير النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه